السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم مهندس عمر جلال سعدة وحلقة جديدة من برنامج دليلك للديكور طبعا احنا اخر حلقة كنا التقينا قبل رمضان واتفقنا ان احنا هنتقابل بعد اجازة العيد واحنا النهاردة محضرين لكم موضوع مهم جدا هو استخدام الزرع في الديكور سواء اندور او اوتدور يعني داخلي او خارجي طبعا الزرع مهمة اوي في حياتنا مش بس علشان ان هو طعام وحاجات زي دي لا هو كمان عنصر جمالي مهمة اوي فطبعا مستحيل ان احنا نتغافل في ديكور بيوتنا عن هذا العنصر الاساسي او الجمالي فاهمية الزرع في حياتنا اول حاجة ان هو مصيادة للاتربة يعني هو داست راب يعني بينقي الجو جدا زائد ان هو بيمتصر روايح الكريهة وفيه نباتات عطرية بتدينا روايح محببة للنفس كمان الزرع هو اللون المريح للعين لان دايرة الالوان عندنا فيها الوان ساخنة زي الاحمر والبرتقالي والاصفر دي بتتكون خلف القرنية وفيه الوان باردة زي الازرق والمنفسجي دي بتتكون امام القرنية فالعين بتبزل مجهود عشان تسقط اللون على القرنية اللون الوحيد اللي بيتكون مباشرة على القرنية هو اللون الاخضر لذلك ربنا جعلوا اللون الغالب في الطبيعة فاللون الاخضر كمان مريح للعين لذلك كانوا زمان في المدارس بيعملوا التختة او الصبورة كانت باللون الاخضر علشان الطلبة لما تبص فيها مدة طويلة ما تتعبش عيونهم طبعا بيدي راحة نفسية وبيدي احساس ايجابي وهو يعتبر الزخرفة بتاعت الطبيعة يعني احنا ما بندخلش في تجميل الطبيعة لكن ربنا سبحانه وتعالى زخرة في الطبيعة بعنصر كتيرة من ضمنها الزرع بيقلل التوتر لو حد عنده توتر وقعد في جنينة او في مكان فيه خضرة ده بيقلل عنده نسبة التوتر زائد بيحسس الناس بالسعادة فهو انرجاتك يعني الزرع الطبيعي في المنازل مهمة اوي ان انا لما اختار اماكن في البيت عشان اقرر ان انا حط فيها زرع طبيعي لازم الاماكن دي تكون مضيئة مش بالضرورة ان هي تكون مشمسة يعني مش ضروري ان الشمس تبقى قوية لان نباتات البيوت او الاندور بتبقى غالبا نباتات ظل فمحتاجة بس ضوء علشان تعمل التمثيل الضوئي بتاعها او الفوتوسينثيس ضوء وتهوية زائد طبعا الميا احنا اللي بنمدها بالميا فموضوع الشبابيك مثلا ان انا احط الزرع بجوار الشبابيك او لو عندي فتحة في السقف زي فرق مناسيب او شخشيخة بحط الزرع تحتيه او لو عندي مصدر للاضاءة الطبيعية او مصدر للاضاءة بيعكس لي اضاءة طبيعية زي المرايات يعني ممكن تكون في البيت مراية مواجهة لشباك بتعكس لي الضوء فممكن احط عندها زرع في حالة ما اذا كان مفيش مصدر اضاءة طبيعي فبستعين بالمصابيح المخصوصة للزرع فيه لمبات موجودة في الاسواق دي بنحطها وليكن مثلا في دلاية او حاجة تكون نزلة على الزرع وبحط صاحبة الزرع وتكون اللمبة دي بتديله الاشاعات اللي هو محتاجها علشان الفوتوسينتسيس مهمة برضو ان احنا ناخد بالنا من حاجة ان النباتات او النباتات الزينة يعني بتتنفس عكسنا يعني بتاخد ثاني اكسيد الكربون وبتطلع اكسوجين الاكسوجين اللي هي بتطلعه ده احنا بنستعمله في التنفس فهي بتزود الاكسوجين في الاتموسفير بتاع البيت الا بعض النباتات بالليل بتتنفس زينا فبتاخد اكسوجين وبتطلع ثاني اكسيد الكربون فطبعا بنتجنب في الاماكن اللي احنا بننم فيها زي غرف النوم ان احنا نحط النباتات دي بكسرة لانها بالليل ممكن تقلل نسبة الاكسوجين في الاوضة لانها هيبتأ زي ما بقولنا بتتنفس زينا فلو انا حطيت عدد النباتات كتيرة في قط النوم ممكن يسبب اضرار فمهم قوي برضو ان احنا ناخد بالنا لما نحط زرع في البيت او في الديكور ان احنا نهتم به لان انا لو حطيت زرع وماهتمتش به هيتقلب الموضوع للضد يعني بدل من النباتات دي بتديني انرجي وطاقة وسعادة وكده هيكون النتيجة ان هي بتديني بتعملي نوع من حالات الاكتئاب فليه لما بص للنبات ولا ايه لونه متغير او دبلان او فيه آفة كل الحاجات دي هتكون بتأثر على نفسيتي بالسلب طرق وضع الزرع في الديكور نبتدي بقى ازاي نوظف الزرع بتاعنا في الديكور اول حاجة ممكن نعمل مجموعات من الزرع في الاركان طبعا هنشوف الكلام ده في الصور التوضيحية انا ممكن اجي في كورنر وكورنر ده يكون غير مستغل وظيفيا لانه طبعا مش معقول ان انا مثلا محتاج ان احط فتي في كورنر هشيل الفتي عشان احط زرع خاصة مع المساحات الديئة دلوقتي فهنختار كورنر يكون غير مستغل ونحط عليه زرع بتكوين معين وزي ما اتفقنا ان هو يكون قريب من مصدر دوء او ان انا احط له دوء صناعي على الحوايط والجدران زي ما احنا شايفين قدامنا عندي حيطة ممكن احط عليها زرع سواء كان طبيعي او صناعي ده زرع طبيعي بحطه على حاجة شبه المكتبة او الارفوف هنا جرين وول على الحيطة فعلى الحوايط وممكن اعمل حاجات معلقة زي المكراميات والدليات دي موجودة بكسرة ورجعت موضة تاني بالذات في الستايلات زي البوهو ستايل واحنا كنا قبل كده اتكلمنا عن البوهو ستايل وعملنا حلقة مخصوصة عن البوهو ستايل فالدليات اللي هي المكراميات والزرع المعلق كل ده من طرق وضع الزرع في الديكور هنا في بطنية سلم هنا على حيطة وهكذا فيه زرع بيبقى متسلق زي نبات البوتس الزرع المتسلق ده بحطه قريب من حيطة او بارتيشن خشب بحيث ان انا اقدر اشبكه زي ما احنا شايفين ويتسلق هو ويطلع على الجدار النباتات المتسلقة طبعا دي جميلة جدا وفيه لها انواع هنتكلم عليها بعد كده فوق الترابيزات ممكن احط الزرع فوق الترابيزات عندي ترابيزة في كورنر او في وسط ممكن احط عليها بط صغير فيه صبارة او زرعة او ان انا احط الزرع على ستانت زي ما احنا شايفين قدامنا غالبا طبعا احنا ليه قلنا صبارات لانه في القلب هنا هيكون بعيد عن مصدر الدوق فالصبار ممكن يتعايش بعيد عن مصدر الدوق ومش محتاج مايا كتير بالزاد صبارات الديكور في الوسط لو على ترابيزة كبيرة بفرض ان انا عندي مكان فيه نجفة مثلا منخفضة فانا مش عايز الناس او الضيوف اللي دخليني يعدوا تحت النجفة دي فبمنع المرور تحت النجفة دي بان انا احط ترابيزة كبيرة واحط عليها بط فيه زرع وده يمكن بنشوفه كتير في اللوبيز بتاعة الفنادق لما بروح فندق كبير بلاقي ترابيزة كبيرة في اللونج او في المدخل محطوط عليها بط فيه بمبو او فيه نباتات مرتفعة وفقية فيه نجفة فانا بمنع المرور في المكان ده زي ما احنا شايفين ممكن نستخدم الورود الملونة او لو عندي في الارض مثلا رسمة في الرخام او حاجة وانا مش عايز اخبيها فبحط حاجة بسيطة كده فيها زرع علشان برضو الناس ما تعديش عليها على الشبابيك لو انا عندي شباك وعايز اعمله نوع من انواع الستير الطبيعية فممكن انزل زرع متدلي كده من فوق لتحت او معلق زي ما احنا شايفين قدامنا فده بيديني نوع من انواع السطارة بس طبيعية موجودة بالزرع وطبعا زي ما احنا اتفقنا انه النظر اليه هيكون مبعث للسعادة وفي نفس الوقت طبعا مصدر الدوق من الشباك هيكون كويس بالنسبة للزرع اللي محطوط بالنسبة للتمثيل الضوي ممكن احط الزرع بتاعي على الاسوار لو انا عندي مثلا جنينة او بالكونة الاسوار بتاعتها دي ممكن اغطيها بانواع الزرع سواء المتسلقة او ان انا حتى ما تكونش متسلقة وانا اصحابها زي ما انا شايف قدامي كده فالزرع هنا بيشتغل معايا كعنصر ديكوري مهم جدا في تجميل وتزيين الاسوار طبعا سواء كان بيغطي صور بالكامل او متخلله مواد اخرى زي الاخشاب او البنبو او السيراميكا الخشبي ايا كان وممكن ادخل كمان مصادر اضاءة زي الليد او اللمبات الشوكة او ايا او سبوتلايتس على الاسوار طبعا فيه في الديكورات بقى لو انا عندي فيلا او عندي مدخل العمارة ممكن احيانا او غالبا تحت السلم بيبقى فراغ غير مستغل فممكن تحت السلم ده احط مصادر اضاءة زي اللمبات اللي احنا اتكلمنا عليها فاول الحلقة واحط الزرع بحيث ان هو يبقى عنصر ديكوري وجمالي تحت السلم فهو فراغ غير مستغل وفي نفس الوقت بقى الفراغ عنصر ديكوري مهم جدا فانا جملت المكان وحطيت زرع في مكان مهم او يمكن ما بيجيش في بال ناس كتيرة سواء كان زرع طبعا طبيعي بلمبات او زرع صناعي ففي الحالة دي مفيش مشكلة لو عندي open area يعني انا غالبا طبعا دلوقتي المساحات بتبقى continuous ومفتوحة فانا عايز اقسم الفراغ مثلا ما بين صفرة وما بين صالون او ما بين صفرة وليفينج روم فبعمل partitions الpartitions دي زي ما احنا شايفين قدامنا ممكن تكون من الخشب او الستينلستيل او الحديد وبعمل حسابي في تصميمها ان انا اعمل اماكن لبوتز زرع تبقى موجودة فيها زي ما انا شايف ممكن ادخل معاها مصادر اضاءة زي ما احنا شايفين قدامنا برضو هنا الزرع مستخدم في تقسيم الفراغ الpartitioning فكل ده بيديني عنصر جمالي هنا الpartition الخشب وممكن يكون مش متماسل يعني ممكن يكون الزرع موجود في مكان وبقيت المكان مجرد عنصر جمالي زي الخشب اللي احنا شايفينه قدامنا بيقسم لي الفراغ ومن غير ما ييديق المكان يعني مهمة اوي في تقسيم الفراغ ان انا مديقش المكان وإلا كان ببساطة اعمل حيطة او جدار او جيبسون بورد او باب جرار لا انا عايز الفراغ يبقى كونتينيوس وانا قاعد محسش ان الفراغ ديق علي وفي نفس الوقت بضيف عنصر جمالي زي الزرع والpartition الخشب او الستانلستيل اللي احنا شوفناه انواع النباتات في الديكور النباتات اولا لازم نحلل قبل ما نحط النبات في الديكور لازم احلل المساحة بتاعتي يعني ابتدي اشوف زي ما قلنا فين هحط النباتات يعني بفرد ان انا عندي مطبخ مفتوح open kitchen ممكن على الكاونتر احط نباتات تمنع لي الاتريبة والزيوت ان هي تخرج من المطبخ للصالة وبر وفي نفس الوقت زي ما قلنا تعملي نوع من انواع الpartitioning فالنبات اللي هنحتاجه هنحطه في المكان المناسب لي مش طبعا مش نطورة يعني مش مجرد ان انا هحط مثلا كل متر كاشبو او بط بتاع زرعي لا لا يزم يتحطه بفنه وعنايه وفي نفس الوقت برضو وانا بحط النباتات مشغلش فراغات انا ممكن استغلها وظيفيا زي ما قلنا المساحات عندنا ما بتبقاش واسعة فمحتاج ان انا الفراغات بتاعتي اكون مستغلها الاول في الحاجات اللي انا محتاجها وبعد كده اجمل بالنبات مش اشغلها بالنبات وبعدين ما لقيش مكان اعود فيه مثلا لا طبعا يعني الوظيفة اولا ثم البيوتي بقى او التجميل فيه النباتات الكبيرة يعني انا عندي النباتات الضخمة والكبيرة دي طبعا ليها اماكنها زي ما شفناها في الصور اللي اتعرضت قبل كده ان انا ممكن احطها في كورنر زي ما احنا شايفين قدامنا او في مدخل بحيث لا تعوق الحركة وفي نفس الوقت تبقى هي الفوكس بتاعي او زي ما احنا بنقول في الديكور الماسترسين النباتات الضخمة دي طبعا لها انواع زي الاشطة زي الشفلير زي فيه نباتات كبيرة زي حاجة احنا بنسميها ودن الفيل اللي هي اسمها كوروتم الالوان دي النباتات الكبيرة دي بنختار الاماكن بتاعتها بحيث ما حطهاش مثلا في وشي وانا داخل اخبط فيها لا بتتحط على جنب بحيث ان هي تبقى زي ما قلنا فوكس او في كورنر بجمع النباتات الكبيرة دي مع بعض وحطها فيه النباتات الصغيرة دي بتصلح لاي مكان في المنزل سواء كانت على ترابيزة زي ما قلنا في كورنرز زي ما احنا شايفين قدامنا الكورنرز دي طبعا موضة والعلقات او الدليات دي بتتحط فيها نباتات حجمها صغير بحيث ان هي النباتات دي مجمعة مع بعض هي اللي بتديني التكوين حيطة بتاع التراس زي ما احنا شايفين بدل ما الحيطة مثلا مجردة كده وهي بياض لا بابتدي علق عليها بوتس بشكل جمالي ويريت قبل ما علق يعني لو ست البيت او يعني صاحب المنزل هو اللي بيعلق يرسم الاول بحيث يقرر او يعلم على الحيطة قبل ما يخرم ويعلم بحيث يشوف هل المنزر مريحه لو مريحه يبتدي يثبت النباتات طبعا الحاجات اللي احنا شايفينها قدامنا دي محتاجة ايكوبمنس او ان النجار مثلا يعملي الارفوف دي او لو انا بقى اجيد ان انا اعملها حتى لو فيها عيوب النبات في الاخر هيغطي العيوب دي وهيديني المنزر اللي انا عايزه فالنباتات الصغيرة دي بعمل بيها تكوينات وزي ما قلنا النباتات الكبيرة بتتحط في مجموعات بعيدة عن حركة الناس ايه انواع النباتات اللي بتستخدم في الاندور طبعا اي حد هيفتح على النت ويعمل براوزين كده على انواع النباتات بس طبعا مهمة اوي انه هو يحدد البيئة بتاعته او المكان يعني يقول مثلا نباتات الزل في مصر فعشان كل بلد وليها حاجات معينة يعني فالنباتات اللي احنا بتكسر استخدامها في البيوت عندنا هي البوتس طبعا كل معظم الناس عارفاه الصبرات الصغيرة سواء كانت الخضرة او الملونة الكروتم الشفليرة الدراسينة الشفليرة دي اللي هي فيها خمس ورقات في كل الفروع بتاعتها شكلها سابت الدراسينة اللي هي شبه النخلة بس الورق بتاعها بيبقى مش حاد وابعد عن الحاجات اللي ورقها حاد لسبب انه لو عندي اطفال وكده ممكن لقدر الله تدخل في عين الطفل وهو بيتحرك وكده فيفضل اوي ابقى حريص في اختيار النباتات اللي هتحطها في البيت البنبو اللي هو العامل زي بيبقى عامل سبايرل كده وطالع منه عيدان ميزة البنبو انه هو ما بيحتاجش ضوء كتير وممكن احطه في مياه يشتغل فهو تربيته في البيوت او وجوده في الديكور سهل جدا وفي نفس الوقت مش محتاج عناية كتيرة في حاجة اسمها الديفين باخيا الفيكاس فيكاس الديكور كل دي انواع النباتات وسهلة اوي اننا لقيها ومتاحة في كل الاماكن والحمد لله سعرها مش غالي خاصة لو رحت مشاتل وابتديت اجيب النباتات والناس اللي في المشاتل هتفتكو جدا ان هو يقول لك دي تحطها جنب الشباك دي بعيدة عن الشباك دي عند المطبخ دي لازم تتحط في البلكونة عشان محتاجة ضوء كتير وشمس مباشرة وهكذا طبعا لو انا مثلا داخل بيتي ولقيت نباتات او رايح لناس ولقيت نباتات بره باب الشقة او اول مدخل من الانترنس ده هيديني نوع من انواع ان ايديتيشن والترحيب والكمينج يعني فده برضو شعور نفسي حلو قوي ان انا اخطت النباتات في المداخل بتاعتي بعض النباتات ممكن تسبب حساسية يعني في ناس بيحصل لها نوع من انواع الاريتيشن بسبب نباتات بعض النباتات ممكن تجيب نوع من انواع الحشرات او ان هي نفسها جيلها فطريات وتكون معادية زي المن اللي هو زي القطن الابيض اللي مهتم بالنباتات المنزلية هيلاقي ان الحاجات دي كلها شافة مهمة اوي ان انا انضف النبات باستمرار واتعهده سواء بالرش او لو في حاجات موبيتات للاندور هنلاقيها في محلات السوبر ماركت او كده بحيث ما تبقاش سامة برضو في وجود اطفال او في وجود حيوانات يعني مثلا لو عندي قطة ما ينفعش ان انا احط موبيت سام وانا عندي قطة فمهمة اوي وموضوع الحساسية ده اكون حريص فيه اللي احنا شايفين قدامنا دي النباتات بقى صناعية يعني انا كتير قوي في الديكور بقى وهو عموما ده موضع قوي وان للوقت ان انا بحط النباتات صناعية زي ما شفنا قبل كده ان جيل الصناعي في الارضيات لو انا عندي ارضية مثلا في ترس والترس ده موجود في بلاط قديم وانا عايز اجدد المنزر فببتدي احط عليه جيل صناعي والحمد لله ده متوفر جدا في الاسواق المصرية وسعره كويس برضو وفيه منه اسماك مختلفة او اشكال بتكون شبه الطبيعي او لو انا عندي روف عندي جنينة فوق السطح عايز احط فيها زرع طبعا ما ينفعش احط فيها نجيل طبيعي لانه النجيل الطبيعي هيبقى محتاج ان انا اول حاجة اعزل المكان ضد المياه لانه هيتسيء زائد ان احط له طبقة رملة وبعدين احط البلاطات بتاعت النجيل الطبيعي فالاسهل ان انا افرشه نجيل صناعي فالنجيل الصناعي ده بيستخدم بكثرة في التراسات وفي الاوت دور بتاع الروف والبينت هاوس والحاجات اللي زي دي فيه الجرين وولز او الحوايط الخضراء الحوايط الخضراء كتير قوي واحنا بنتفرج على الديكور بلاقي ان انا زي ما انا شايف كده عامل حاجة لونها اخضر كان زرع الحيطة طبعا ده مش زرع طبيعي لانه مش ممكن هحط الزرع طبيعي على الحيطة وابتدي اقتعهاده بالرش او بالمية او بالماء اي ان كان يعني فالجرين وولز دي بتبقى عبارة عن بلاطات ليها مقاس معين وليكن خمسين في سبعين وبتتحط واحدة جنب التانية الخامة بتاعتها زي ما احنا شايفين هاي في الصورة الخامة بتاعتها بتبقى بلاستيكية شوية او ميالة لان هي تبقى قماش لما بكون البلاطات دي جنب بعض ممكن معانا مدخلة ايوة سلام عليكم ايوة سلام عليكم ازاي حضرتك يا دكتور مدام هيبة من القاهرة ازاي حضرتك يا مدام هيبة الله يخليك مش عارف اشكر حضرتك ازاي على البرنامج الجميل ده والله اجم استنى دايما يا صبر يا مدام ربنا يكرمك اخيالتم طواضعنا ازاي الله يخليك هو طبعا ما فيش شك زي ما حضرتك قلت واضفت يعني ان الزرعة في البيت بيت زي منظر جمالي وراحة بصرية وراحة نفسية غير طبعا المنظر الجميل بس كنا عندي سؤال كده استأزنك اتفضل لي مدام هيبة كنت عايز اعرف هو ينفع فعلا نزرع الزراعات المفيدة في البيت برضو زي النعناع زي الجرجير وتجي نفس التأثير الجميل ده ولا هيبقى في اختلاف اشكرك جدا يا مدام هيبة لانه انا حتى المعلومة دي ما سردتهاش في الحلقة فعلا ان انا افكر ان انا اوظف النباتات اللي انا ممكن استخدمها وفي نفس الوقت هي ليها شكل جمالي يعني نبات النعناع من النباتات اللي شكلها الجمالي حلو جدا سهلة الزراعة جدا لها فوايد او الحاجة من ناحية ان انا بستخدمها في الطعام او في الشاي او كمشروب مجرد النعناع ممتاز الحاجة التانية انه هو عطري فهيديني ريحة جميلة جدا بس يلاحظ او لازم اخد بالي انه حاجة زي النعناع او زي ما حضرتك قلتي الجرجير او الريحان لان الريحان طبعا لما ورق الريحان بستخدمه في الطبيخ في اكل معين ده يعني المطعومات الايطالية بيدخل فيها كتير فالريحان ده بيدخل في الطبيخ وفي نفس الوقت اللي ريحة اطرية الجرجير طبعا كلنا عارفين ان الجرجير بنستخدمه كلنا لما بيدخل النباتات دي او بدخلها معايا في تجميل المنزل مهم اوي ان انا احطها في مكان يكون في شمس يعني في بلكونة او او دور بتاع روف او جنب شباك او على شباك او متعلقة على الهندريل وكوبستا بحيث يبقى معرض لضوء الشمس المباشر اشكر مدام هيبة على المدخلة وعلى المعلومة اللي هي افدتنا بيها وبشكركم وارجو ان احنا نكون قولنا ازاي ممكن نستخدم الزراعة في الديكور والنباتات وفي نفس الوقت نستفيد بيها وان شاء الله الاربع اللي بعد الجاي مع حلقة جديدة والمهندس عمر جلال ودللكم للديكور شكرا وإلى اللي قطة